السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله سيدة بلقائكم في موعد الجمعة أتمنى أن يجدكم في أحسن الظروف والأحوال وصلى الله ومه وسلم على سيد الخلقي وأشرف المرسلين سعيدة فعلا بتقديم وصفات اليوم لتنظيف البشرة لما أن فيديوهين من فيديوهات الأسبوع يخصان منظفات صحية للعناية ببشرتنا ونحن نعلم جيدا أن التنظيف مرحلة مهمة جدا أو نقطة مهمة جدا في برنامج العناية على البشرة وأحد أركان القاعدة الثلاثية التي نذكر بها دائما لأنها سر من أسرار البشرة تنظيف ترتيب وحماية فأفكرت وقلت لماذا لا أقدم لأحبائي وأوفيائي وصفات لتنظيف البشرة تكون صحية آمنة والأهم الأهم أنها توفر لنا ذلك الشرط الذي تقترحه أو تقدمه لنا المختبرات التجميلية على أساس أن المنظفات تكون مرتبة أو مبيضة فقلت دائما أن المنظفات التي هي تجارية وتبع تبقى مجرد منظف فقط أما هذه التي سأقدمها لكم اليوم فكونوا على يقين أنه مع توالي استعمالها وتطبيقها على البشرة فأكيد ستأتي بنتائج جيدة جدا لكن كما عودتكم في الآونة الأخيرة قبل تقديم وصفات اليوم نعم ثلاثة وصفات لدينا اليوم قبل تقديمها أعرج على بعض الأسئلة الوردة في قسم التعليق بالقناة فأول سؤال صار انتباهي سؤال من متتبعة أخبرتني بأنها كانت تتبع في نظامها العلاجي مادة الهيدروكينوفي العلاج وعولجت والحمد لله ولازالت تستعمل هذه المادة إلى حدود الساعة وتخاف من أن تعود إليها التصبغات فأكيد إن تمديت في استعمال هذه المادة خلال فصل الصيف فكوني على يقين أن هذه التصبغات ستعود وتعود بحدة كبيرة لا أقول لك هذه المسألة ولا أخرق بهذه المسألة لأخيفك ولكن لأنبهك حتى تنتبه جيدا وتوقفي مادة الهيدروكينون وتتوقفي عن استعمالها كما طلبت مني نصيحة حتى لا تعود التصبغات فبالنسبة لكيفية توقيف أو إيقاف مادة الهيدروكينون التي تستخدمينها ستجدين بالقناة كيف توقفينها حتى لا تعود التصبغات بحدة وعن الاحتياطات التي يجب أن تعتمديها لتفادي رجوع التصبغات فكذلك موجودة بالقناة فيديوهات كثيرة جدا فما عليك سوى البحث عزيزتي واتباع النصائح وكوني على يقين أنه إني استمعت جيدا واتبعت النصائح وأوقفت مادة الهيدروكينون بالطريقة التي نصحتكم بها فكوني على يقين أن التصبغات لن تعود مرة أخرى سؤال كذلك ورد بارتباط مع فيديو البارحة يخص منتوج سيكا بلاست فجاءني تعليق تقول صاحبته مالي أحسن هل سيكا بلاست بوم بسانך اس باف سي كانت أو سيكا بلاست بدن حماية فبالنسبة لمن التصبغات كنت قد خصصت له ثلاث فيديوهات بالقناة كلها تحدثت فيها عن سيكا بلاست بإثهاب شديد فستجدون فيها ظلتكم وستجدون فيها كل ما تبحثون عنه بالنسبة لسيكا بلاست بوم اس باف سي كانت وسيكا بلاست اس باف بدن حماية عرفت لكل واحدة صالحة لنوع من أنواع البشرة بالنسبة ليسيكا بلاست STF 50 هي صالحة لجميع أنواع البشرة بدون استثناء لكن بالنسبة ليسيكا بلاست B5 بدون حماية هي صالحة فقط لأصحاب البشرة الجافة وقد ذكرنا في فيديوهات سابقة لماذا هي لا تصلح لأصحاب البشرة الدهنية وأصحاب البشرة المختلطة المائلة للدهنية فأتمنى أن تعرجي على هذه الفيديوهات حبيبتي حتى تجد ضلتك وقد أجبتك الآن فكذلك هناك سؤال آخر سؤال آخر تقول صاحبته بأنها تتبع البرنامج الصيفي لعلاج التصبغات وهي تنظف بشرتها بساغاب فهل يمكن أن تواصلها في استعمال هذا المنتوج ممكن أنها تستعمل هذا المنتوج لا درر لكن أحب أن تعرجي أختي على الفيديو الخاص بمنتوجات المنظفة تحتوي على المادة السابونية ولا تحتوي على الكحول ولا تحتوي على الرائحة ونسبة حموضتها تقترب من نسبة حموضة الجلد الطبيعية فنلتقل لأصفات اليوم بإذن الله كما قلت هناك ثلاث وصفات جميلة جداً رائعة والأهم أنها مبيضة مرتبة تخفي التجاعد الدقيقة التي تكون بمحيط الفم ومحيط العينين وكذلك بالوجه بكاملة إن نحن داومنا على استعمال هذه الوصفات طبعاً أنتم تعلمون أننا كأشخاص دائماً نبحث عن الأسهل وعن الجاهز لكن الجاهز والأسهل لا يكونوا دائماً صحياً بالنسبة لمشرتنا كذلك هناك مسألة شخصياً لا تروقني أنها غير صحية وهو أن أنظف بشريتي بمنظف ولا أشعر أو لا أجداء تلك الرغوة يعني زعماً مني وزعماً مننا جميعاً أن الرغوة هي المنظف فنحن تحدثنا عن هذه المسألة الشيء الذي يمكن أن أقوله لكم بالنسبة لهذه المنظفات الثلاث لا ألزمكم باستعمالها يعني طوال اليوم فهذه المنظفات ممكن أن تستعملوها مرة واحدة يعني قبل النوم ضروري أنكم تستعملوا هذه المنظفات قبل النوم ولا تظنوا ولو للحظة أنها لن تخلص البشرة من الشوائب من الغبار، من الدهون، من كل شيء، من المكياج فهي يعني وصفات منظفة جداً ومعالجة كذلك فإذا مقدرنا أن نستعملو هذه المنظفات ثلاثات مرات في النهار نفعل أقندرهم مرة واحدة قبل الخلود للنوم وقبل تطبيق سواء كان مرتباً سواء كنا سنطبق وصفة طبيعية سواء كنا سنطبق علاج لعلاج تسبغات أو سيروم أو أي شيء فهذه بالدرجة الأولى تبقى منظفة فمن الضروري استعمالها مرة واحدة بليوم ليلاً قبل يعني عندما نريد أن ننظف بشرتنا ونغسلها فنستعمل هذه المنظفات عن نفسي سأستعمل هذه المنظفات يعني مرتين مرة ليلاً ومرة صباحاً وأنتم لكم الإختيار طبعاً إن أردتم استعمالها مرتين أو مرة واحدة المهم ليلاً من الضروري جداً استعمال وأحد هذه المنظفات وسترون الفرق بأعينكم بعد مرور أسبوع من الاستعمال إن شاء الله ونبدأ على بركة الله مع أول منظف أول منظف لدي هنا لدي هنا لدي هنا عصير الخيار سنأخذ خيارة ونغسلها جيداً ونحكوها بقشورها ثم سنقوم بتصفيتها ونأخذ الماء الذي حصلنا عليه بعد ذلك سنقوم بإضافة حبوب الشوفان لهذا العصير أو لماء الخيار أنا هنا أضفت بضع ورقات من الورد جافة بضع ورقات من الورد جافة ليس إذانياً أن تضيفها بالمرة أنا أضفتها لأنه يعني من محبي الورد وهو هادية من إحدى متسبعاته شكراً جزيلاً أختفائها فأضفته إلى هذا الخليط لكن الوصفة الأساسية هي عصير الخيار مقدار 6 ملاعق من عصير الخيار ومقدار ملعقتين 6 ملاعق كبيرة من عصير الخيار أو ماء الخيار وملعقتين كبيرتين من حبوب الشوفان سنخلطها ونضعها في الثلاجة سنهيئ أو نجهز ما يكفينا لمدة يومين من الاستعمال فقط سنضع الخليط في علبة زجاجية ونغسلها جيداً بالماء الساخن جداً ثم نقوم بمسحها جيداً ونضع بها الخليط ونضع بها الخليط الوصفة الثانية فلدينا هذه وصفة أعشقها جداً فلدينا ملعقتين كبيرتين من الزبادي الطبيعي مع قشور البرتقال قشور البرتقال مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي الطبيعي زائد قطرتين من زيت أساس البرتقال إن لم يتوفر فلا بأس لا تستعملوا شيئاً آخر وزيت أساس البرتقال ره متوفر البنات كاين لا يمكن تعويضه بزيت البرتقال الزيوت الأساسية لا يمكن تعويضها بالزيوت العادية بالمرة فهذا كان بالنسبة للمنظف الثاني سنحتفظ بالمنظفين بالثلاجة عند رغبتنا بالنوم أو عند رغبتنا بوضع العلاج الليلي فسنقوم بوضع أحد المنظفين سواء حضرنا منظف زبادي طبيعي أو منظف ماء الخيار مع الشوفان فسندعوه على البشرة ونتركه مدة دقيقتين ثم نبدأ بقيام بحركات دائرية للبشرة بهدوء ثم نقوم لمدة دقيقتين ثم نقوم بشطف الماء شطف الوجه بالماء الفاتر ثم بعد ذلك بالماء البارد ونرش بمياه الحرارية أو نمسح بماء مادني أو ماء الزهر أو ماء ورد على ذكر ماء الزهر البارحة ثاني تعليق من المتتبع الوفية فاخر خديجة تقول هل ماء الزهر الذي في القنة للخضراء باتاتاً سنشتري ماء زهر مقطر يباع في شيء بصيدليات أو صيدليات لا نستعمل ماء الزهر الذي نستعمله في المطبخ آخر وصفة لدينا منظف سهل جداً 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 إن نحن لم يتوفر لدينا الزبادي طبيعي أو الشوفان أو أصبنا بالعياء أو لم نكن مستعدين للقيام بتجهيز الوصفة أو لم تكن لدينا الوصفة جاهزة فما علينا سوى القيام بأخذ القليل من زيت جوز الهند زيت جوز الهند سنضعه على البشرة على كامل الوجهة ثم بعد ذلك سنقوم بأخذ منشفة قطنية أو فوطة قطنية نبللها بماء ساخن ونضعها على الوجه بكامله مدة دقيقة واحدة بعد ذلك سنقوم بمسح الوجه فقط لا نغسله سنقوم فقط بمسحه بمنديل ورقي أو من الأحسن قطعة قطن مبللة بماء الزهر أو ماء الورد أو ماء مادني وبعد ذلك نقوم بتطبيق العلاج الليلي أو برنامج الليلي بالنسبة لوصفة زيت جوز الهند أو زيت الكوكو لا نستعملها صباحاً نكتفي باستعمالها ليلاً اما الوصفتين الباقيتين يعني وصفة الشفان وماء الخيار أو وصفة زبادي طبيعي ومبشور البرتقال أو كشور البرتقال نستعملهما صباحاً وليلاً كمنظفين ولن نحتاج بعد ذلك لوضع منظف آخر للتخلص من بقايا المنظفين سنكتفي بالغسل بواسطة الماء فقط نستعمل مدون سابون حتى نحصل على نتائج جيدة جداً الوصفتين سنحتفظ بهما في البرات أو بثلاجة وصالحتين لاستعمال لمدة يومين فقط لا نهيئ كمية كبيرة نحتفظ بها بل نكتفي بتهيئ ما يلزمنا لتنظيف يومين أو ثلاثة على الأكثر فقط وبعدها نهيئ من جديد بالنسبة للزبادي الطبيعي ذكرت هذه المسألة في الفيديوهات القديمة فقلت دائماً الزبادي الطبيعي نحتفظ به في الثلاجة حتى وإن انتهت تاريخ صلاحيته فلنحتفظ به كلما تقادم لدينا بثلاجة تتكون به بكتيريا حميدة مفيدة جداً 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 للبشرة تخلصنا من خلايا الجلد الميتة وتعطينا تلك النتيجة المبيضة فأتمنى كالعادة ان اكون قد وفقت وفي اختيار فيديو اليوم ان اكون قد وفيت وكفيت تبت مطابعة اوقاتكم في امان الله احبتي